كافذان كاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة نحن نقارب واحد اتناش لكينين وعاد عند الفارق الاغلبي كله عند داخل المكتب دياله بالله عليكم اليوم كيف نتسنى من هذه السيدة لما قدرها تعقيد دورا كيف نتسنى وتعطيل الساكينة انا بالمناسبة اقول واحد المقولة شاهرة اذا اسندت الامور الى غير اهلية فانتظر الساعة اليوم احنا الساعة نعيشها في مقاطعة حسان انا ارجع معكم الواحد الاستقالات لدارة الحادات على صعيد مدينة الرباط استقالات ديال واحد اربعات ديال اخوان واحد الاخت من حزب العدالة والتنمية اللي هما الناس اللي عشنا معاهم من فترات سابقة وهم كانوا من خيرة الناس والناس اللي كاتتشتغل وكاتعطيه دل الله في هذه المقاطعة هذه لان اليوم اللي كينحق راح كنقولوها واللي ما كينحق راح ما كنقولوهاش هذه الاستقالات اللي جودة للاخوان مشي غنى قد نقول تبرير ولكن على حسب ما جاء في الاستقالات على حسب ما جاء في الاستقالات هما انه هاد الاخوان هادو كانوا كي تسننوا من جو اليوم هما طلعوا لتسير غي يعطيوا الشيء الكثير سيرتم باش كنشوفوا هاد الاخوان اللي استقلوا كلهم اولاد المنطقة اولاد مقاطعة حسان اليوم هاد الاخوان تفاجأوا منين تفاجأوا منين جت هاد الرئيسة وتولت عليهم الرئاسة وولت رئيسة وجابوا بالفعل اللي كان فرضها عليهم الحزب ديالهم جات اعطوها الرئاسة ومعرفة السيدان ما تدير التحاجة بقيت كتتخبط في المشاكين من 2015 اليوم من هذا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد